موسيقى فحتى لو جينا بصنا للمبارات الأمريكية تلاقي الأستاذ مليان ودي بتبقى حاجة إيجابية كويسة بالدعم للأخوات دائما بين القرى المصرية والقرى الإماراتية أيضا الجماهير اللي بقى لها فترة كبيرة ما شافتش القالي على الطبيعة بتشوف النادي الآلي إن شاء الله في هذه البطولة وأتمنى من كل قلب أن النادي الآلي يفوز بهذه البطولة النادي الآلي فاز بهذه البطولة في دولة الإمارات مرة أبريكية يعني وإنت لعيب بتبقى دائما بتعيش تفكير إن أنت لعيب ولعيب إيه واجبك وإيه شغلك وإيه وقت توظيفك هتعمل إزاي هتشتغل إزاي هتشتغل مع المجموعة إزاي بتشتغل على المنافس مين اللي هلعب ضدك مين كان زمان بقى جناح أيما مين هلعب ضدك في الجناح الأيمن كل هذه الأمور بخلي بتبقى تفكير قبل المتش بيوم يومين ولكن إذا كنت بتنقل نقلة من لعيب لمدير فن مدير الفن بتختلف اختلاف كل لأن السيناريو بتاع المباراة بيبقى في مخك قبلها بأسبوع بيبقى في مخك بقبلها بأسبوع تلعب إزاي والتشكيل والأمور كلها بتدرسها الفريق المنافس كل هذه الأمور أنا شاف أنا اشتغلته مدير فني واشتغلت ممتشة آل وزمالك ولكن اشتغلت على حاجة كويسة جدا جدا في بعض المباريات اشتغلت إن أنا كنت ألعب بتلت استطبارات ودي يمكن كتمكسب لي ومكسب للفريق ومكسب أيضا في النتيجة في الآخر طلعت لصالح النادي الأهلي ومؤمن زكريا ربنا الشيوع فيه هو الشهير كان مؤمن زكريا اللي سجل الهدفيني مباراة كبيرة النادي الأهلي الحمد لله يعني وصل بآخر ماتش لأحسن حالاته أحسن فرما أحسن أدايا أحسن نتيجة أعتقد اللعيبة مركزة جدا 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 لعيبة كبيرة كلها مش محتاجة أن احنا نقولها حاجة لأنهم لعيبة كبيرة دايما تعودنا منهم على بطولات وتعودنا كده أن أي حد بيلعف في الأول بيعرف يجيب بطولة يعني فإن شاء الله بإذن الله يبقى الحظ معنا طبعا تعرف الكرة دايما لازم يقفيتها وفي معاك فيها نسبة طبعا أكيد لأنك تبقى موفق في الماتش يعني اللعيبة تبقى فائقة اللعيبة تنفس التعليمات طبعا الملعب والأجواء هناك خليك تعمل اللي أنت عايزه بصراحة يعني العلاقة دايما محترمة وعلاقة قوية جدا بين مصر والإمارات وشعبها وحكومتها يعني بصراحة الأمور أحسن استقبال الناس بستقبله هناك أنت هناك أكدنك في بلدك يعني موضوع يعني عشان منزلتش فيه لا علاقة كبيرة جدا علاقة قوية جدا كمان الجماهير هناك محترمة قوي بتخش بالنظام فيه نظام فيه نظام فعشان كده الناس بتروح ومبسوطة وتلاقي شباب وستات ويعني كل الفئات موجودة بتترجع الماتش لأنه فعلا ماتش مهم ماتش بيبقى ليه حلوته من التصوير والإخراج والكاميرات اللي موجودة هناك يعني المنصر حلو بصراحة فيعني نتمنى أن يكمل بفوز النادي الآهل ماتشات الزمالك أولي الأول اللي خسرتها يعني فعلا أولي الأول اللي خسرتها ما تتعداش الماتشين تلاتا حتى أنا برى الآهل في الوقت ده ومسلا بعمل آه يعني لصليبي ورجعت مثلا لأ في الفترة دي كلها فترة حياتي كلها من هنا زهير لغاية لما بطلت كورة مع بولك ماتشين تلاتة الباقي كله فوز النادي هي مع تعادلات لكن دايما ماتشات صعبة ماتشات كبيرة ماتشات بيتولد فيها نجوم كبيرة اللي بياخد المبادرة بسداني هو اللي بقراكب الماتشة عطول فالأهل دايما إن شاء الله بينزل بياخد المبادرة دايما بيهاجم دايما بيعز يكسب فعشان كده ربنا بيوفا أو إن هو في الأول بيضغط حتى على عاليز أقول لحاجة آخر سوبر تلاتة اتنين ده أنا وإحنا هكنا هناك وكنا موجودين قناة الأهلي معاينة وأحسف ليهم وبين التضايع وماكنش ألان سبحان الله يعني ليه لأن الأجواء تبهين لك إننا دي الأهلي عايزة بطولة تبهين لك إن الأهلي في المنعب لأفريتي إيل وفعلا نقدر إنه يكسب تلاتة وقد ممكن نكسب أكتر من كده والله يعني دي مش أول مرة تقام المبوعة وكريمة قبل كده في الإمارات بنشكر طبعا الإمارات لأن إحنا نعتبر أخوة وأشقاء بل بالعكس يمكن إحنا بنشوف التفاعل الجماعية والتواجد الجماعية بيكون هناك أفضل بيكون في التزام أفضل ما أتمنى إن شاء الله بإذن الله ما أتمنى في المبوعة السوبر إن إحنا تظهر بشكل يليق بقمة كورة القدم المصرية ما بين نادي الأهلي والنادي الزمالك فنيا وسلوكيا كمان لأن ده مهم جدا أنا ده ما أتمنى أن يكون بإذن الله إن شاء الله اشتركوا في القناة